محاولة لتهريب كمية من مخدر الحشيش من شرق إلى غرب قناة سويس قام بها سائقان استغل عملهما كسائقين بإحدى شركات الرحلات لتهريب المخدر لكن المحاولة أحبطتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ونجحت في ضبطهما بكمين أعد لهم بنطاق قسم شرطة الجنين بالسويس بالتنصيق مع قطاع الأمن العام ومدرية أمن السويس وبحوزتهما مئة طربة لمخدر الحشيش أقر بحيازتها بقصد الاتجارة استمرار للحملات التامونية التي تهدف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال ضبط السلع الفاسدة وحالات الغش التجارية فقد نجحت الإدارة العامة لشرطة التامون والتجارة في ضبط أكثر من 36 ألف عبوات سلع غذائية إضافة إلى مستحضرات تجميل مقلدة كل المضبوطات أيضا غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالقاهرة والبحيرة والجيزة كما استطاعت الإدارة ضبط 15 طن أسماك فاسدة بمصنع دون ترخيص بالمنوفية الإدارة تمكنت من ضبط 7 أطنان وأربعمائة وأربعة كيلو إضافة إلى أكثر من سمانية آلاف قطعة حلوة جافة ومقرمشات وعصائر منتهية الصلاحية بالجيزة والإسكندرية وأسيوت والدقاهلية تحت شعار سلامة الأطفال مسؤولياتنا أقامت وزارة الداخلية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية عرضت من خلاله عددا من المعدات والأجهزة الحديثة التي يستخدمها رجال الحماية المدنية في عملهم كما أقيم بيان عملي استعرض من خلاله رجال الحماية المدنية جهدهم في مجال إبطال مفعول العبوات الناسفة باستخدام التقنيات الحديثة وعمليات إطفاء الحرائق المختلفة وإنقاذ أشخاص عالقين في مباني منهارة أو أثناء الحرائق دي نسخة مصغرة اللي احنا بنقوم بيه في الحقيقة بالفعل هدفنا أن نغرز القيم دي في رؤوس الأطفال أن هم يعرفوا أن بلدهم بتقدم الخدمات دي هدف النهاردة أن احنا بنبدأ نرفع الوعي المجتمعي بدور الحميل المدنية في المجتمع دي حاجة ده الشق والشق التاني أنه مهم عندي أن أعرف المواطن مصادر الخطورة اللي هو قد لا يكون غافل عنها أو مش حاسس بيها الاحتفالية التي شارك فيها عدد كبير من أطفال المدارس لتعرفهم بجهود رجال الحماية المدنية شهدت تكريما للمتميزين من الضباط والأفراد والمجندين وأسماء عدد من شهداء الشرطة النهاردة نسعي جدا لأن كل القادة اللي هو خدم معهم الحقيقة كانوا بيشكروا فيه على المستوى الإنساني وعلى المستوى التخصصي أنه كان زابط متفوق وناجع ألتحقت بمجال الحماية المدنية وأخذت فرقة الإطفاء التخصصية هذه كانت أول مرة تحصل أن الوزارة يعني فيه زبطات تدخل المجال وأنا حصلت على الفرقة والحمد لله أخذت المركز الثالث وطبعاً الناس هنا يعني دي حاجة جديدة في المجال وأنا يعني كنت فخورة بيه جداً أعرف برضو أن الناس بطلت المتوفي لأهو برضو لو حصل أي حريق لازم نكلمهم ضروري ونخلي البيت علشان ما يحصلش بعض أضرار الأولاد بيبقوا سعداء جداً وهم شايفين العروض وشايفين قد إيه عمل الحماية المدنية خطر جداً